دي حكاية طيب الخبر اللي جاي ده خبر خاص لرقم عشر تيمو هاردنوك ده المدير الرياضي لنادي انتراخت فرانكفورت قال لنا في رقم عشر ان نتيجة العملية الجراحية اللي هيجريها عمر مرموش ان شاء الله غدا في احدى المستشفيات الالمانية هتبقى في ايده هيتم بعد العملية معرفة المدة اللي هيحتاجها اللاعب للتعافي والعودة لممارسة كرة القدم والمشاركة في المباريات هو قال لنا انه صعب دلوقتي نعرف الموعد المحدد لعودة عمر مرموش كان فيه مصدر في منتخب مصر قال لنا انه مرموش ممكن بعد العملية يلحق المعسكة اللي هيكون في شهر 6 ان شاء الله لمباراتي تصفيات كاس العالم ولكن مسؤول انتراخت فرانكفورت قال لنا انه فيه صعوبة انه يلحق بمعسكر منتخب مصر انه عمر مرموش يلحق بمعسكر منتخب مصر ما اكدش انه اللاعب هيغيب عن معسكر منتخب مصر ولكن قال لنا فيه صعوبة انه يلحق المعسكر بالمناسبة عمر مرموش فيه كلام ان الفترة اللي هيجري فيها العملية ومرحلة الاستشفاء بعد العملية هيكون فيه مفاوضات ما بين نادي توتنهام الانجليزي وناديه واللاعب حول انضمام مرموش للفريق في الموسم الجديد لو تم هذا الامر فهتبع حاجة عظيمة جدا مرموش فيه كلام من نادي توتنهام لضمه ان شاء الله يا رب يحسمها يحسمها وكمان نشوفه بإذن الله في معسكر منتخبنا الوطني اللي جاية